أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لا يمكن إعادة السفير إلى تركيا طالما بقي أردوغان في السلطة يأتي ذلك في ظل الاتهامات المتبادلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو واتهام الأول بأن ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي في قطع غزة وما فعله أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية مصاعدا انتقاداته لحملة القصف الإسرائيلية على القطاع رد نتنياهو قال فيه إن أردوغان الذي يرتكب مجزر بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحفيين الذين يعارضون نظامه هو آخر من يمكنه أن يعظن بالأخلاق فهل تحول الخلاف بين الطرفين إلى صراع شخصي وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وما هي تداعية ذلك على المنطقة وزير الخارجي الإسرائيلي إلي كوهين من جهته نشر على منصة X أنه لا يمكن إعادة سفير تل أبيب إلى تركيا طالما بقي إردوغان في السلطة تصريحات الوزير تاتي في أعقاب الاتهامات المتبادلة بين الرئيس التركي راجب طيب إردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو على خلفية استمرار الحرب في غزة وكان إردوغان قد شبه ما يفعله نتنياهو في القطاع بما ارتكبه أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية من مجازر مطالبا في الوقت نفسه بإخضاع قادة إسرائيل للمسائلة أمام المحاكم الدولية على خط الأزمة رد نتنياهو قائلا إن الرئيس التركي هو آخر شخص يمكنه أن يعظ إسرائيل متهما إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد قائلا إن إردوغان سجل رقما قياسيا عالميا في سجن الصحفيين المعارضين ويرى مراقبون أن خروج إردوغان عن النهج الوسطي الذي يقوم على تحقيق التوازن الحذر وحاول خلاله لعب دور الوسيط لنزع فتيل الأزمة ومحاولته التدخل لتسهيل ملف إطلاق صراح المقتطفين قد لقى انتقادات لا سيامة في بعض الأوساط العربية كذلك من جانب فريق من الداعين لوقف إطلاق النار داخل تركيا ووفق هذه الرؤية أشار موقع المونيتور الأمريكي إلى محاولة إردوغان موازنة موقف أنقرة إزاء الصراع وبما يسمح بممارسة بعض الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لالتماس حل سلمي يقوم على حل الدولتين ورى فريق آخر أن تصريحات إردوغان ليست إلا منورة دبلوماسية قد تدفع باتجاه إجراء مفاوضات تفضي إلى خطة سلام تجلب الضمانات للقوى الغربية وتضمن أمن إسرائيل ويدعم هذا التوجه ما لفت إليه محللون من مساعي حكومة إردوغان خلال السنوات الأخيرة لتصدير صورة أنقرة كلعب إقليمي رئيسي ينهض بدور الوساطة لحل النزاعات الإقليمية ووسط القراءات المتعددة لسيناريو المنوشات الكلامية بين إردوغان ونتنياهو يأمل الخبراء أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى وضعها الطبيعي حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من إسطنبول يوسف كاتب أغلو الباحث السياسي وعضو حزب العدالة والتنمية ينضم إلينا أيضا من القدس المحلل السياسي شلومو جانور أهلا بكم ضيفاي الكريمان أبدأ معك ضيفي سيد يوسف كاتب أغلو وكيف يمكن قراءة هذا التصعيد الكلامي ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وخصوصا أن تركيا لطالما كانت في بادئ الأمر تتبنى خطاب متوازن إن صح التعبير مساء الخير تحية لكم أستاذ المشاهدين بداية يجب أن نقرأ أن هذا ليس تصعيدا وإنما هذا توصيف حقيقي لما يحدث من ارتكاب وانتهاك لكل القوانين الدولية وجرائم ترتقي أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية وبالتالي الرئيس رجب طيب أردوغان قام بتوصيف الأمور كما هي على أرض الواقع وهذا هو عبارة عن وصف من هو المسؤول عن استمرار ومقتل أكثر من 21 ألفا من المدنيين التي توصف بأنها جرائم حرب سيد يوسف كاتب أغلو تتحدث عن أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي توصيف الأمور كما هي لكن البعض يقول بأن الرئيس التركي تأخر كثيرا لإطلاق مثل هذه التصريحات وربما ما دفعه إلى ذلك الضغط الشعبي الحاصل داخل تركيا كلا يا سيدة العكس تماما هو الصحيح الرئيس رجب طيب أردوغان منذ البداية أعلن بأن حماس ليس منظمة إرهابية وأنها هي حركة مقاومة فلسطينية وطنية محلية وبالتالي كان واضح المعالم وصفه كان واضح هذا أولا ثانيا بس متأخر مثل هذا الخطار أول يوم هذا العكوان الهامجي لأنه كانت تركيا مستعدة لأن تلعب دور الوسيط بين الطرفين في بداية هذه العمليات العسكرية كانت تركيا وما زالت هي تريد أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار أن يكون هناك عدم استهداف المدنيين أن إيقاف هذه المجازر ولكن نجد أن في الطرف الآخر النتن ياهو كان مصرا على عدم وقف إطلاق النار ومصر على انتهاء كل الأعراف الدولية مستنجدا ومستقويا بالدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وأوروبا وغير ذلك وبالتالي تركيا الآن خطابه واضح والرئيس أردوغان خطابه واضح يجب إيقاف شلالة الدماء وليس فقط تركيا ولا الرئيس أردوغان حتى في الصحافة الغربية حتى نجد أنهم تموا توصيف وأنه القاتل لهذا العام هو النتن ياهو هذا توصيف من الطايم البريطانية سيد جيسد كاتب أغلو لو تكرم لن نريد أن نخرج عن أدبيات الحوار بطبيعة الحال دعني أنتقل إلى الضرف من القدس المحلل السياسي شلومو جانور أهلا بك معنا كيف تقرأ مثل هذه التصريحات والتصريحات المتبادلة وعلى ما يبدو بأنه بدأت هذه التصريحات تطال الشخصيات يعني أردوغان يوجه انتقادات مباشرة لليتنياهو وبالعكس أيضا بدأنا نسمع أصوات سياسية من داخل إسرائيل توجهت انتقادات مباشرة إلى الرئيس التركي نعم مساء الخير فلا نجر إلى أسلوب الحديث غير اللائق الذي نجر إليه الضيفة من إسطنبول بالنسبة لسؤالك الوجهة أعتقدت بأن الرئيس أردوغان وضع حدا لشهر العسل الذي بدأ في شهر سبتمبر هذه السنة لدى الكوائي بنيتنياهو والاتفاق بين الاثنين على طوي صفحة العلاقات التي كانت قائمة بين البلدين والانفتاح نحو صفحة جديدة من التعاون الوثيق في مجال التجارة في مجال الاقتصاد وفي مجال الطاقة وفي مجالات أخرى لا شك أن لهم مصالح مشتركة كانت أثناء هذا اللقاء ولكن سرعان مع الرئيس أردوغان أقل من شهر أقل من شهر العسل بدأ يتهجم على إسرائيل مستعملا عن عبارات النابية وأيضا أوصافة غير التقليدية بين رؤساء الدول لكن سيد شلوموغانور إذا ما عدنا إلى تصريحات إسرائيلية سابقة فقالت بأن علاقات إسرائيل مع تركيا لن تتغير رغم هذه التصريحات التركية التي صدرت فيما يتعلق بالحرب داخل قطاع غزة نعم كان هناك اتفاق دمني بين البلدين هذا اجتناف العلاقات الدبلوغانسية الكاملة بين البلدين بل لا تتأثر هذه العلاقات من الموضوع الفلسطيني هذا كان أساس إعادة العلاقات هذا كان الأساس للتفاهم بين البلدين لتطوير العلاقات في مستقبل ولكن من خالف ونعقد هذا الاتفاق بصورة غير ديبلوماسية وغير أدبية كان الرئيس أردوغان مما دعا إسرائيل إلى تذكيره بأن جميع التغم التي وجهنا إسرائيل هي أيضا يرتكبها الرئيس أردوغان في حرب الإبادة المتجد المتبع من قبل ضد الأكراد بلادها استدوافته حماس داعش في تركيا وتطديمه لهم الدعم كل هذا هو أيضا لتسليط على دور غير السياسي وغير الأدبي الذي يكون برئيس أردوغان لذلك لنفت النظر للولايات المتحدة بأن تكون باتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق دولة تستضيف دولة منظمة إرهابية واتخاذ الإجراءات في أقرابيا أعتقد أن واشنطن الآن هذا ما ينتدخ تتخذ الإجراءات وتنظر بصورة سلبية لما يتبعه أردوغان من إجراءات سواء في موضوع تزويد تركيا بطيرات F-16 أو بالنسبة لإحتمال اجتماع الرئيس بايدن برئيس أردوغان والتقاط السورة السكارية أعتقد أن هذا أصبح في دوق تصرف تركيا ورئيس أردوغان أصبح من المستحلات في هذا الزرف من الوقت أعود إليك ضيفي من إسطنبول سيد يوسف كاتب أغلو في ضوء هذه التصريحات النارية ما بين الرجلين على أرض الواقع وبموازاة هذه التصريحات ما الذي قامت به تركيا فيما يخص هذه الحرب غير صحب الدبلوماسيين من تل أبيل يا سيدي بداية تعليق كلام ضيفيكم بشكل سريع جدا يقول انتهى شهر العسل لا شهر عسل ولا شهر بصل القضية ليست قضية تقاربته قضية بصادح كانت مشتركة وبالتالي عندما يرتقي ترتقي الآن الأمور إلى جرائم حرب والعالم كله وليس فقط تركيا حتى في واشنطن في أمريكا في لندن المظاهرات المليونية والغضب الشعبي العالم في كردوال العالم فينا نفصل هنا ما بين ردة الفعل الشعبية وما بين المواقف السياسية سيد كاتب أغلو فينا نفصل هنا في هذه النقطة وانت تعلم بأن عدد كبير من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في هذه الحرب وتقول أن من حقها الدفاع عن نفسها ولكن لو نتوجه إلى سؤالي من جديد بموازات هذه التصريحات فعليا على أرض الواقع غير صحب السفراء كيف تحركت تركيا يا سيدتي القضية ليست هي فقط صحب السفراء القضية هي موقف سياسي واضح والرئيس رجل أبداي بردون قالها قبل هذا التصريح الأخير بوصفه بأنه هؤلاء النازين الجدد نتنياهو انتهى حقيقة نتنياهو فعليا انتهى ويجب أن يحاكم كمجرم حرب والتصريحات الرئاسية والتصريحات السياسية التركية تضع النقاط على الحروف لا يمكن تغيير الموضوع بوصف تركيا بأنها وضع تركيا بأنها أيضا ترتكب جرائب وأخطاء وضيفك يتهم تركيا وينسى بأن رئيسه الآن سيجب أن يحاكم وهناك تيار داخل الكيان الإسرائيلي في حد ذاته الآن مشتاض غضبا من هذه السياسة العنصرية السياسة البادية والسياسة الهمجية هؤلاء النازلون الجدو يعني ما تتحدث عنه أيضا دائما ما تتحدث به الأوساط الإسرائيلية في الداخل بأنه في نهاية المطاف سيتم تحقيق وفتح تحقيق فيما يخص هذه العملية العسكرية التي حصلت بعيدا عن ذلك قلت قبل قليل بأنه يعني ما يجري الآن هو تصريحات سياسية لكن عادة لا تكفي التصريحات السياسية أنا كنت أسألك عن فعل أن أذكر نقطة ربما تأكدت منها الآن ما نشرت وما أظهرت عبر شاشتنا قبل قليل فيما يخص موضوع ما نشرته التايم على ما يبدو بأن ما ذكرته هو غير صحيح وحتى هذه المجلة أو الصحيفة قامت بنفيه جملة وتفصيلة سيد يوسف كاتب أغلو يا سيدة القضية هي ليست نشر صحف أو غير صحف القضية هو واضح تماما المواقف التي تتحدثين عنها هي مواقف واضحة المعالم تركيا سحبت سفيرها وتنديد الرئيس وجبتالي وردون أعلم أعلى اسم في السلطة يدل على أنه لا يمكن القبول بما يحدث من ارتكاب مجازر ولا أحد يناقش بهذا الموضوع القضية هي قضية أن هناك جرائم حرب جرائم ضد الإبادة جرائم ضد الإنسانية وهناك تطهير عرقي هذا غير قبل النقاش والمدنيون الـ 21 ألف هؤلاء ليس إرهابيون وما تم استهدافه وقتله من هؤلاء المدنيين الذين تجاوزوا أرقامهم 21 ألفا هذا هو المسؤول عنه نيتنياهو وهذا غير قابل للنقاش أما الموقف التركي موقفا واضحا رافضا بالمطلق لهذه السياسة الهمجية والقتل وهؤلاء أسماهم النازلين الجدد ويجب أن يحاكموا ويحاسبوا وفق محاكمة العدد الدولية وبالتالي هذا هو الأصل في السياسة الخارجية سيد شلومو في ضوء ما نتحدث عنه برأيك هل من الممكن أن تتجه إسرائيل لقطع علاقاتها كاملة مع تركيا بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة رغم أن هناك إشارات كثيرة تدل على أهمية المصالح التجارية والاقتصادية الأمنية وأيضا الطاقة ما بين الطرفين التركيب القائم هنا في إسرائيل وهو أن المصالح المشتركة الإسرائيلية التركية التركية الإسرائيلية هو الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وعلى مستوها الحالي عدم قطع العلاقات الدبلوماسية بتاتا الحفاظ على عدم الوصول إلى درجة المواجهة بين البلدين والحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين أي هناك مصلحة مستركة للبلدين بالرغم من تأزم العلاقات وإنما نشهد والآن ربما مرحلة وستعقب مرة ثانية تسوية الأمور وهكذا دوليك حبب خاصة مع رئيس الدوغان الذي يحضر دائما مفاجآت للجميع خاصة للألقات الإسرائيلية التركية شكرا شكرا جزيلا لكم ضيف من القدس البحل السياسي شلوم وكل شكر لضيف من اسطنبول يوسف كاتب أغلو الباحث السياسي وعضو حزب العدالة والتلمية شكرا جزيلا لكم شكرا